السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج المخترع النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فانوس من الورق الالوان نبدأ بسم الله عندي هنا ورق اي فور او ورق طباعة الكل يعرفه طبعا موجود في اي مكتبة او اي مطبعة باخد الورقة وبقطحها من النص بالطول الورق ده عندي كمية منه كبيرة بكل الالوان الموجودة باخد كمان ورقة بيضة وبسطرها بعمل خط كل 3 سنتي وكاتب عليه 1 2 1 2 لحد اخر الورقة تحت باخد الورقة الاولى من الورق الملون اللي معانا ده وببدأ احطها على الورقة المسطرة وبامشي على رقم واحد بالغيرة البيضاء وبعد كده باخد الورقة التانية وبامشي عليها بنفس الطريقة بس على رقم اتنين يبقى مرة بعمل ورقة على رقم واحد كلها ومرة بعمل ورقة تانية على رقم اتنين وبعد كده برجع تاني أعمل على رقم واحد وبرجع بعد كده أعمل على رقم اثنين بالتبادل لحد ما أخلص الكمية اللي عندي كلها وياريت الغيرة ما يكونش مخفف على الآخر ولا سميك علشان ينشف بسرعة ممكن نستخدم مكان الغيرة شمع سيلكون والفكرة دي ممكن تعملها بأي ورق متوفر عندك ورق أبيض مسطر ورق كراريس المتوفر عندك تعمله لو عملته بورق كراريس برضو هتطلع حلوة وزي الفل إن شاء الله يعني ما تربطش نفسك بورق معين ولو عندك ورق زبدة برضو هيكون كويس خلاص كده خلصت كل الكمية اللي معايا وشكلها أهي طبعا لسه بتنشف هجيب ورقة بيضة وهرسم عليها نفس الشكل الزينة اللي بتتباع برا ونفس شكل الفانوس اللي عايزينه بالشكل ده بنعملها بألم رصاص وبعد كده بنحدد بلون ونقصها بالمقص بفكركم باللايك إن شاء الله تستفيدوا من الفيديو جزاكم الله خيرا ودلوقتي هبدأ أستخدم الشكل ده في قص الورق اللي عملناه أنا عملته كذا مجموعة علشان يبقى سهل شوية في القناة أحدد الرسمة وبالمقصة هقصها وبعد كده أرجع لزقها بالغيرة بنفس الطريقة كل ما يزيد معاك عدد الورق بتكون أجمل ولازم تكون الرسمة نفس الشكل ونفس المقاس ونفس كل شيء أنا عامل الورق ده على أربع مجموعات منفصلين كل مجموعة فيها عشر ورقات ألوان كل لون بعد ما نقسم الورقة هيبقى تنين يعني كل مجموعة مكونة من عشرين ورقة هنلزقهم مع بعض الجميع بنفس الطريقة الأولى باستخدام الغيرة هنجيب قطعة خيط حوالي خمسين سنطي وهنبدأ نلزقها باستخدام الغيرة على الورق بتاعنا بالشكل ده كده هبدأ كده أفتحها شايفين الجمال ما شاء الله تحفى ولسه كمان لما تكمل هاخد الأطراف بتاعتها وهبدأ أسبتهم مع بعض باستخدام شمع السيليكون بهذه الطريقة وبعد ما لزقت الأطراف الشكل بتاعها ظهر وظهر جمالها ما شاء الله من نفس الورق الملون ده أخدت ورقة وأطعتها نصين وطبقتهم على بعض كام طبقة كده هعمل منها مروحة هتنيها تانيات يمين وشنين أنا عامل ست قطع منها بنفس الطريقة وهبتدي أسبتهم بالغيرة لو حابب تستخدم الشمع في الفكرة كلها براحتك وطبعا ممكن تعمل أي حاجة على حسب الخمات المتوفرة معاك هقفل بعد كده الدوران بتاعها بشوية غيرة لحد ما الغيرة تنشف معانا ويبقى كده خلاص وكده يبقى خلاص الشكل بتاعها كمل هبدأ أعملها على شكل مخروط وأضيف فيها شوية شمع كده أنا جهست ست قطع هبدأ دلوقتي ألزق كل قطع مع التانية زي ما قلت لحضراتكم طبعا يفضل يكون المروحة بتاعتنا من نفس الألوان اللي بنستخدمها معاك ياريت وانت بتشاهل الحلقة دلوقتي تنزل تعمل اللايك الجميل واشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنقدمه في القناة أول بأول وبعد كده هنمسك الورقة من الأطراف ونضم الطرفين لبعض طبعا زي ما قلت لحضراتكم يفضل يكون بالشمع علشان الغيرة بتاخد وقت شوية يبقى خلاص الشكل بتاعها كمل هبدأ أعملها على شكل مخروط وأضيف فيها شوية شمع ودلوقتي إحنا عايزين نعدي الحبل بتاع الفانوس من داخل المروحة دي ممكن نستخدم إبرت خياطة وممكن ندخلها كابس باستخدام عصاية الشيش وبعد ما ندخلها في الحبل هنثبتها باستخدام الشمع وممكن نضيف فوقها أورتاز صغير دهبي وأسيبك تشاهد الفانوس الجميل ده من خمات بسيطة ممكن تحطوا في الشقة أو في البلكونة أو أمام المنزل انتظر رأيكم في تعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر